وأول سؤال من أسئلة الفيسبوك مارو بتقول الوزن 110 والطول 167 وبعمل دايت كتير ومش بنزل وعندي قرحة في المعدة والتهابات أعصاب والضغط غير منتظم وسنها 48 سنة سلامتك ألف سلامة يا مارو طبعا أنا شايفة في كذا مشكلة صحية كل نظام رجيم يعني أنا بعالج الجسم بعالج المشاكل فأنا طبعا أولا المعدة ملتهبة فلازم ناخد بالنا من طريقة الطهي والشطة والمخلات والحوادق دي نبقى دعنا التهاب الأعصاب يبقى أنا لازم أخد بالي إن البروجرام لازم بقى فيه فيتامين بيه فيه فيتامينات ومعاين هي تهمني وتهم جسمك وتعالجلي التهاب الأعصاب فيه ضغط غير منتظم يعني لازم أقل الملح للحوادق أخد بالي من نوعية الأكل ما خليش الملح زيادة عشان خاطر أخد واجبات كمان تساعدني في إن الضغط ينزل دي الطريقة اللي لازم نعالج بيها لازم أي ريجيم يتكون منها فأنا الصبحية مثلا هتاخدي ربع رغيف بلدي وهتاخدي معاه مثلا ثلاث معالق فول هنحط عليهم لمون كمون نحطي أي حاجة بس الملح الشعر صغير جدا طبق صلة كبيرة عليه خلي التفاح عليه عصرة لمون بعد ثلاث ساعات هتاخدي صمرت فكهة بعد ثلاث ساعات هتاخدي وجبة الغداء ممكن تاخدي مرة شربة عدس ممكن تاخدي فنجان روز أربع معالق وطبق خضار كبير وطبق صلطة بعد ثلاث ساعات هتاخدي صمرت فكهة وبعد ثلاث ساعات تانية هتاخدي مطاطمة شوية اثنين أظنني بقى مفيش بعد كده أحلى وين كده أكل كل ثلاث ساعات بتاكلي الأكل سهلي جدا على معادتك واتلاقي نفسك بتخسي كويسة أوي مجدة من كندا بتقول إزايك يا دكتورة وحشاني وانتي كمان وحشاني أبي حدتي بتقولوا الشاي اللي أخضر مدرر لو أخدناه على الريق ولو أخدنا معايا أي حاجة يسحب الفيتامينات زي الشاي العادي وأثناء السيام لو ملعنات سكريات ممكن أخد اثنين طمر طبعا الشاي اللي أخضر مفيد جدا لأنه ده مضاد الأكسادة مفيش منه مشكلة ونسبة التانيك أسد اللي فيه قريلة بالنسبة للحاجة الحلوة أنك تاخدي طمر طبعا الطمر أحسن ليه؟ الطمر أولا سكر وفيه أعشاب سوري ألياف ما بيخليش السكر في الدم يرتفع بسرعة فآه ممكن تاخدي الطمر هيفيدك قوي ممكن أقولك على حاجة حلوة لزيزة قوي بتجيبي فاكهة مشكلة ثلاث سامرات مثلا كيوي تفاحية بورتقاناية بتخرطيهم حيثة صغيرة خالص بتجيبي معلقة عسل أو سكر ضايف بترشيها عليهم ممكن تجيبي بتحاولي مثلا عشر لوزات أو مكسرات مشكلة وتقومي انتحناها وحطها عليهم بتلاقي طعم ممكن بقى يا إما تدخليها في المايكرويف أو تغليها كده هتلاقي طعمها حلو جدا 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 وهتديك أحساس بالحاجة الحلوة تمام كورولوس بيقول مساء الخير يا دكتورة أنا 14 سنة ووزنه 76 كيلو كنت عايز أمشي على نظام علشان أنزل وز أولا برفع عليك يا كورولوس أن انت صغير وعاود سنزل وزنك تمام وده أهم سن تخص فيه ليه؟ لأن ده اللي بيحصل فيه تكاتر في الخلايا الدهنية فإما بتفضل طول عمرك مليان وبتحارب مع السمنة إما بتنجح أنك تضبط وزنك ثانيا في سن النمو ده بيبقى مهم من إحنا ناكل كل حاجة بس مضبوط الوجبة تبقى المتوزنة لازم يقى فيها دهون بس نوع الدهون إيه؟ لازم يقى فيها نشويات وبروتينات عشان خطر جسمك يستفاد منه بس أهم حاجة أقولك عليها يا كورولوس حاجتين مهمين جدا لو تعلمتهم دلوقتي هتفضل الجسم الطول عمره كويس وصحتك نمرة واحد تاكل ببطء تنضغ أغلبنا وخصونا بنباحنا صغرين تفرج قدام تلفجين تيك 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 نبلع ما بننضخش فعايزك تتعلم تاكل وتنضغ نمرة واحد نمرة تنح تتعلم تشرب ميا وتغرف الطبق بتاعك واللي قدامك تاكله بس اتفقنا؟ هتلاقي نفسك كده بتاعي التخيص وبتدعي بقى جسمك خويس جدا مصطفى من قسود بيقول ممكن أعرف التخلص من الكرشة زي وبسرعة أولا إنك تتخلص من الكرشة يا مصطفى دي حاجة سهلة بس محتاجة وقت ليش بسرعة لإن دا إحنا لو عملنا حتى عملية بيلبس كورسي الشخص لمدة ثلاث شهور فمفيش حاجة اسمها بسرعة في حاجة اسمها بانتظام إن أنا ممكن نعمل اللي هو بيعمل بديل عملية الشفت ممكن ألعب رياضة جنبه ومنع الوجبات اللي فيها زيوت نباتية مهدرجة البسكوتات بقى وخصوصا في الصيام دي أكتر حاجة تساعد في تكوين الكرش وكذلك الماء لو نجحت أنك تعمل اتنين دول هينزل الكرش في حد مش آيلي الاسم بس بيقول مساء الخير أنا وزني تلاتة وتمانين كنت عايزة نزام أمشي عليه وكمان أزود أكيد الحرق ضعيف وأنا ماشي على النظام بتاع حضرتك من الأسبوع ممكن تقولي لي أعمل إيه طول مية تلاتة وستين أولا طبعا بربع عليك إنك ماشي على النظام ولازم أتخس هنكمل طبعا تلاتة وتمانين والطول مية تلاتة وستين يعني لسه قدامنا مشوار نزام الأكل مهم جدا أهم حاجة الإسبوع ده بقى عشان الإسبوع التاني مبنزلش أوزة الأولاني واجبة العاشة هتبقى اللي هقولك عليها دي طبعا صارتة كبير ملون كل حاجة جرجير وبقدونس وفلفل الوان وطماطم وخيار ومشروم وفنجان عدس مسلوب تفقنا ونعمل الدراسنج بقى اللي عليه اللي بتحط على الوش ده لمون خلي التفاح بيتدربوا مع بعض جامد قوي ويترشوا على الوش ده بس العشب تمام؟ عشان تنزل أسرع وأسرع